اصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى بتوجيهاته السامية بتقديم مساعدة انسانية اغاثية عاجلة إلى جمهورية لبنان الشقيقة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الاليم الذي يمرون به جراء الانفجار الكبير الذي تعرضت له العاصمة بيروت على ان تتولى المؤسسة الملكية للاعمال الانسانية مهمة الاشراف على هذه المساعدات الانسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للاعمال الانسانية خالص الشكر والتقدير والعرفان على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء وإغاثة المنكوبين والذي يعكس موقف مملكة البحرين الثابت قيادة وحكومة وشعبا تجاه الشعوب والدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف التي يمرون بها والحرص جلالته حفظه الله على تقديم العون والمساعدة للجميع انطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم وتأكيدا على العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية لبنان الشقيقة مؤكدا سموه على تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدة لدعم جمهورية لبنان على جميع الأصعدة ووقوف البحرين إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في أزمته الإنسانية ولتخفيف وطأة هذا الحادث الأليم الذي تعرضته العاصمة بيروت حيث تعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على تجهيز شحنة من المساعدات لغاثية العاجلة إلى لبنان معربا سموه عن خالص تعزيه لجمهورية لبنان قيادة وحكومة وشعبا ولجميع أسر الضحايا من جانبه بين الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأنه بناء على هذه المبادرة الملكية الكريمة وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فقد تم العمل على تجهيز شحنة غاثية عاجلة تحتوي على المواد الطبية اللازمة لمثل هذه الظروف الإنسانية وذلك بالتنسيق مع أزارة الصحة والجهات والمؤسسات المختصة كما سيتم القيام بالعديد من المبادرات والجهود من أجل دعم ومساندة الأشقاء في لبنان جراء هذا الحادث الأليم وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة موسيقى موسيقى